اكد سعادة المهندس كمال بن احمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء انخفاض نسبة اعطال كابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض مقارنة بالعام الماضي على الرقم من تسجيل درجات حرارة استثنائية ونسب رطوبة عالية خلال موسم الصيف لهذا العام واشار سعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء الى ان هذا الانخفاض يعكس حجم الاستثمارات في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء والمستوى المتميز لاداء الكوادر الفنية والتقنيات المتقدمة تحقيقا للاستدامة وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ضمن آل المقاييس تعمل هيئة الكهرباء والماء بكل كفاءة وفعالية لتحقق نسبا مميزة في ظل ارتفاع الاحمال الكهربائية الى مستويات قياسية خلال فترة الصيف وسجلت الهيئة انخفاضا في نسبة اعطال كابلات الجهد المتوسط بنسبة 11% وانخفاض نسبة اعطال كابلات الجهد المنخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي ونجحت في تحقيق خفاض بنسبة 5% بعدد انقطاعات الكهرباء في المملكة مقارنة بالاعوام السابقة على الرقم من تسجيل درجات حرارة استثنائية ونسب رطوبة عالية خلال موسم الصيف لهذا العام بما تمكنت الهيئة ايضا من تقليل مدة الوقت اللازم لاعادة التيار الكهربائي للمشتركين الى اقل من ساعات واحدة هذه النسب عكست ايجابا على مؤشرات اعتمادية الشبكة الدولية واتت لتؤكد على تميز شبكة الكهرباء بمملكة البحرين على المستوى العالمي وقدرتها على توفير خدمات ذات جودة واعتمادية موثوقة تدعم عملية التطور العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة ما يعكس حجم الاستثمارات في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء والمستوى المتميز للأداء للكوادر الفنية والتقنيات المتقدمة ومساهمتها بتحقيق تلك النسب هيئة الكهرباء والماء تعمل بشكل مستمر على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تهدف الى رفع قدرة وكفاءة واعتمادية وجودة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتعزيز التشغيل الامن والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة